الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل ستبيح السعودية زواج المتعة الزواج المؤقت وهل ستسير على خطأ الشيعة في الحقيقة لفة النظري هذا اليوم مقابلة لشيخ صالح المغامسي الذي هو إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة ومن المبرزين في السعودية مقابلة له على قناة الـ MBC السعودية يتحدث عن الزواج بنية الطلاق وهو تقريبا يشابه المؤقت زواج المتعة ولكن باسم آخر فهل هذا مقدمة لإباحة زواج المتعة في السعودية مثلا أو أو لا فقط فتوى عابرة هذه أجاز هذا الشيخ الزواج بنية الطلاق للمسافر بغرض العمل أو التجارة أو العلاج وما إلى ذلك ورأى المغامسي في مقابلة التلفزيونية مع MBC أن من خاف على نفسه الفتنة من الحسنوات في الأسواق والمطاعم والفنادق وغيرها فيجوز أن يتزوج بنية الطلاق طبعا الصورة لها وجه آخر فيما إذا كانت نساء مثلا يرغبن بالزواج المؤقت وحدة أرملة وحدة مطلقة وحدة مائجة يحض مثلا حتى الأمام الزوجة وتود الزواج المؤقت مثلا أو زواج بنية الطلاق فهل يجوز لها ذلك أم لا فقط للرجل وأجاز الشيخ صالح المغامسي لهؤلاء أن يتزوجوا ولو بنية الطلاق ولو لم يخبر هذه الزوجة لأن هذا أقرب إلى مقاصد الشرع الآن يستخدم العقل هنا أن مقاصد الشرع تسمح بهذه الضرورة ويقول هذا الزواج أقرب إلى النكاح الشرعي الذي لا خلاف فيه فهو رجل يريد أن يعف نفسه طيب ماذا عن المرأة التي تريد أن تعف نفسها وضرب الشيخ أمثل على ذلك منها عندما يذهب تاجر ما ويعلم أنه سيبقى في تلك البلاد شهرا أو شهرين أو أكثر أو أقل وسيواجه غريمه الذي سيفاوضه وهذا داخل وخارج بالحسنوات ويدخل للفندق فيرى أضعاف ما يرى مع غريمه فهو إذا اختار امرأة بعينها تأفه مدة وجوده في ذلك المكان دون أن يشترد ذلك في العقد هذه العقدة الموجودة عند فقهاء أهل السنة أنه ليكون هذا يصبح زواج متعة ولكن هو ناوي زواج متعة ولكن ما يقول هذا الكلام للزوجة فهنا نقول هذا يواصل الشيخ صالح المغامسي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فقد تعوضه الزوجة شيئا ينقصه وقد تعينه على ما جاء من أجله من دراسة أو عمل أو استشفاء من مرض فيكون الزواج بنية الطلاق هنا حسب الجمهور وحسب رأي الشيخ ابن باز متوجها تماما إلى الصحة ما في إشكال حتى الشيخ ابن باز كان يفتي سابقا بهذه الفتوى وعرف الشيخ المغامسي الزواج بنية الطلاق على أنه ما يخفيه الرجل الزوج عن المرأة بأنه لم يتزوجها ليستقر معها ولم يفكر لينجب منها أولادا طيب حتى لو أراد أن يجب منها أولادا شون المشكلة يعني في ذلك مو شهر شهرين سنة سنتين عشر سنين عشرين سنة ممكن يكون في الزواج المؤقت هكذا أيضا يتزوجون وإنما بيت الطلاق في قلبه لمدة معدود هو ناوي يخدع هاي المرأة فقد يكون مبتعثا أو موظفا أو إداريا سفير مثلا في مكان أو يشتغل في سفارة وهذا الشرط المؤقت الزواج بنية الطلاق غير مكتوب في العقد هذا أهم شيء عندنا يعني ولا يخبر به الزوجة ولا يخبر به ولي أمرها وإنما شيء يضمره في نفسه فيما بينه وبين الله هذا موصر بين الله فيما بينه وبينه شيطان في الحقيقة هذه صورة الزواج بنية الطلاق وأفاد المغامس في هذا الشأن أيضا بأن الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابق المملكة تبنى الجواز وحجته حجة الجمهور من أهل العلم بينما رأى الشيخ محمد بن أثيمين التحريم لما فيه من غش وخداعا للزوجة وولي أمرها وهذا أقرب طبعا وهذا أقرب لمقاصد الشريعة أنه واحد يخدع أمرأة وخاصة لو كانت باكر كما يفعل بعض الناس مثلا يذهب إلى بلد فقير ويتزوج بنت باكرة وهو ناوي أنه فقط شهر يقضي معها ويفاجئها ويصدمها أنه يا بطلت أريد أطلقك أنا الآن أما اللجنة الدائمة للفتوى في بلادنا هذا يواصل الشيخ عبد العزيز صالح مقامس فكانت ترى الجواز في زمن الشيخ ابن باز اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية لكونه رئيس اللجنة طبعا هو ما عندهم رأي مستقل لما يكون الشيخ يفتي بفتوى يوافقه لما يروح يغير فتوى مثلا يعرضه يروح يجواح الثاني يغيرون فتوىهم يعني هم مجتهدين مستقلين أو تابعين لهذا رئيس الهيئة أو تابعين للحكومة مثلا حكومة تريد الآن استوي فتوى معينة تقول من الله أفتوا كما نشاء وفي زمن المفتي العام للمملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أفتت اللجنة بالتحريم ويقولون أنه أشبه بالمتعة مو أشبه وأسوأ من المتعة في الحقيقة وأخذت برأي الأوزاعي والشيخ محمد العثيمين ومحمد رشيد رضا وتواصل الشيخ صالح المغامس في هذا السياق إلى أن الأكثرية من المعاصرين يرون التحريم والقلة يرون الحل في حين أن الأكثرية من السلف يرون الحل والقلة يرون الحرمة طبعا هو يتحدث الآن عن الزواج بنية الطلاق اللي يبيه خداع وبيه غش وبيه لأب على النساء أما لو هو راجع في الحقيقة فتاوى بعض الصحابة أو التابعين أو الفقهاء الأوائل لو وجد أيضا أنهم كانوا يبيحون الزواج المؤقت اللي يخبر الزوجة أن يبدأ زوجك مثلا لمدة أسبوع لمدة شهر شهرين أقل أكثر ففي الحقيقة هذا الكلام هذا الشيخ كلام الشيخ صالح يعبر عن أزمة حقيقية في المجتمع يعني الفقهاء الشيعي يبيحون الزواج المؤقت ولكن أيضا فيه مشاكل وهنا الشيخ يحاول أن يعني يعترف بهذه الضرورة ولكنه يفتي بما هو أسوأ من الزواج المؤقت فلو يعني شو المشكلة يعني لو راجعنا الأصول وراجعنا الآيات القرآنية والأحاديث وفتاوى العلماء السابقين لو وجدنا أنه هذا كان مباح ولم يثبت تحريمه بنص قاطع متواترا من النبي إنما حديث أحد لا يمكن أن يلغي آية قرآنية أجمع المفسرون الأوائل على أنها نزلت في زواج المتعة المؤقت ونأمل أن هذا الموضوع ما يصبح موضوع تشهير بين السنة وبين الشيعة وبين الفقهاء وإنما لابد أن يجتمع العلماء المعاصرون من كل المذاهب ويبحثوا هذا الأمر كضرورة من ضرورات المجتمع الآن فيه طبعا صور عديدة أخرى لم يذكرها الشيخ مو فقط واحد مسافر أو واحد كذا ربما حتى في بلده يضطر أن يزوج زواج معقد فيصل هؤلاء العلماء إلى فتوى مجمع عليها بعيدا عن التشهير والاستخدامات السياسية الإعلامية لمحاربة هذه الطائفة أو تلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر